اكدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أهمية تعزيز التعاون بين مضطمة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وتنسيق السياسات لمعالجة التحديات العالمية بشكل أكثر شمولية وفعالية جادلك لدى مشاركة الشعبة البرلمانية ممثلة بسعادة الدكتور بسام اسماعيل البن محمد عضو مجلس الشورى وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن في اجتماعي اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة ولفتت الشعبة البرلمانية إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة أوجدت قنوات للتنسيق من شأنها أن تضمن التكامل بين المنظمتين ويوفر الجهود المتكررة والموارد مبينة أن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز المساعي والجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات التي تصب في تحقيق الاستقرار والاززهار للجميع وذكرت الشعبة البرلمانية أن مجموعة العشرين يمكنها أن تعزز المبادرات التي تطرح في الأمم المتحدة مثل قضايا المناخ والتنمية المستدامة مبينة أن مملكة البحرين تؤكد باستمرار دعم ومساندة الجهود الدولية المشتركة